اشتركوا في القناة اهلا ومرحبا بكم في مساحة خاصة هي مساحة للفرح بعنوان فرح بيها فرح بيها هي واحدة من اجمل الاغنيات لفنان جميل ومتميز صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة جدا اليوم في المساحة هابين نفرح في اغنياته وصوته باداء وبتميزه وفنان مغني بصوت متميز وايضا ملحن اليوم ما بين هذا وذاك لكن علاقة الجبال بالتأكيد المتأصلة بين الطرفين نحاول انه نفرح بكل هذه الابداعات ونطرق ابا كل هذه الجوانب في شخصته الفنان الكبير الهاديح عبدالجبل اهلا ومرحبا بيك وفرحانين وجودك معا شكرا جزيلا انا الحاجة سعيد جدا بانه بطيل من خلال غناءة النين العزرق وهي دائما مشروب بيها يعني انه دائما بتخلينا نكون في تواصل دائما مع الجمهور ونفرح معاهم يعني شكرا جزيلا ونفرح وهي اليوم دي مساحة خالصة للفرح بما انها هي مساحة للفرح وانا اعتقد انه كثيرين من عشاق وفنك ومن معجبيك ومن حبيك حتكون مفرحة بالنسبة لهم المساحة دائما خلينا في البداية نهديهم كلهم كما انا سادة المشاهدين بفرح بها وبعدين نبدأ صلا يكريب بس نحن موسيقى 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 المترجم للقناة 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 يا يمين يا يمين اوه المترجم للقناة بفرح بها أغني جميلة هي كلمات الشاعر الكبير محمد عظيم المترجم للقناة 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 بدأت أسمع يعني قعدت أسمع وأنا قاعد يعني أنا بذكر حكاري كان مبارح بجد يعني الحاصل أنه سمعت سمع ما طبيعي لغاية ما انتهت الغنية صحيت كده زي اللي كنت في الحالة التانية كذبتك شديد بصورة ما طبيعية يعني جد أنا بذكر حاجة ده قريبة جدا الحاصل أنه بعد ما صحيت كده على طفالك كان يلعبوا معاي بيلعبوا عادي يعني مزقا دي ما شدكوا فأنا شدتني جدا من خلال المسألة طيب أستاذ هادي برضو يعني متكلم عن بداياتك أنا لازم متكلم أيضا عن انتماء كبير داخلك يعني انتماء وجداني لمنطقتك المنطقة البدت شهر الحي وبدت فاطولة تقاصيل يكونت الشخصية لهذه الجبل جبلوية كل هذه الجبل مباشرة واضحت تماما فيه انتماء وجداني ومع السنوات أصبح انتماء جغرافي حتى أنه كثيرين بيقولوا أنه أستاذ هادي الجبل هو مزور قليلا ببعيد طبعا يعني أنا أخليه الواحد ما فيزور بلغيب نفسه نصح لكن الحاصل أنه كان والمزارة دي بعد ما أنا سعفرت ليبي يعني سجلت أغنيتين سجلت الأغني الأولى سنة 75 أنا جست السواطي سنة 73 مثلا قديمة وسنة 75 سجلت الأغني الأولى يعني جست السواطي سنة 73 لغاية 75 حتى سجلت الأغني الأولى الأغني التانية سجلتها بعد السنة سنة 76 برغم من أنه أنا بعرفين أنت لما لأي سواطك كان عندك عشرة أغنيات أيوة كان عندي يعني أنا ما كنت مستعجل أنه أنا مش أخش لأنه كان مثلا صعبة جدا يعني كونه تجد غني في اللزاعة وكانت صعبة شريت طبعا أغنياتي في حلقاتنا دي رايكسينه ورايكس أنت ما عرفتك جدا عرفتك دي أول أغنيات سنة 75 أغنياتي نسمع عرفتك ونرجع جدا عرفتك مالك بعرفتك عرفتك عرفتك مالك عرفتك 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 أغنياتي عرفتك أغنياتي عرفتك لا 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 أنا اي ريفتكوش الا العرب عنده انا العنيت متحير اتغيرت واتبتلت وقلت زمن ما بغير اي ريفتكوش الا العرب عنده انا العنيت متحير اتغيرت واتبتلت وقلت زمن ما بغير اي ريفتكوش الا العرب عنده انا تاتينا الحنان عشان اكبر يجينا الصبي غربناه الدور يا زمان دور وقصو تعالى عدي غربناه الدور يا زمان دور وقصو تعالى عدي قلبه كان يعيش الغيم وحسنه كانيش قلبي قلبه كان يعيش الغيم وحسنه كانيش قلبي كم وصاني ما انسى واصبح ناسي ما ما انسي كم وصاني ما انسى واصبح ناسي ما ما انسي ارفتكما يا كلب عفاك شلنا لعرفة لك داني وقال وطال زمان اكسر شلنا لعرفة لك داني وقال وطال زمان اكسر انا الطائق وعادة بشوق وصعبان عليك توصل انا الطائق وعادة بشوق وصعبان عليك توصل جيتنا خلاص طفوت لحد غريب ويونا تدامل جيتنا خلاص طفوت لحد غريب ويونا تدامل موسيقى 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 لأنه بحكم أنه الخزان الجبل والريا المصري وده كلها خلقت وبعدين النزوح السوداني من كله بقاء السودان إذن مرات في بعض الأسماء بتطلق محبة ترتبط بأسماء وده بلدين أنا تولدت فيها طيب سيدة الهاتي بجانب التجربة الغنائية وبجانب الصوت المتميز جدا اللي عرفوا الناس وحبوا التجربة اللحمية وما تقدموا من الحام من خلال عدد كبير كتن من أعمارك فاتميوز أنا سؤالة ديرا أعرف جاكو يعني نقول الشاعر مثلا عنده ملهم أو ملهمة ثواء كان زول شخص أو حتى مكان أو حدث أو أي حاجة طيب بالنسبة لللحم ممكن لكم في ملهم والله المزارة ما كده اللحن أنا شخصيا بفتكر أنه يعني وجود النص هو سبب أساسي في أنت تلحن لأن المزارة بتاع التصوير يعني أنت بتصوير النص الموجود عندك يعني لو كان نص فيه حزن وكده وبتاع بتلحنه بصورة فيه إحساد بتاع حزن ولو فرح برضو فرح تبدا المزارة كده وبعدين الكلمات ذات النص أنت بتصوير الكلام يعني النص يتك ملحن إذا بيطلع اللحن من قصة كثيرة أيوة لكن أنا بذكر لك من بداياتي أنا شعرت بأنه يعني كنت مهتمة جداً بيطة هنا التراث التراث في كل بلاد في كل رقاءة السودانية ونحن يعني طبعاً بلد كبيرة جداً زي الغط ما زي الغارة بلد واسع الغارة الغارة ما الغط الغارة ففيه وفيه اختلافات كثيرة جداً جداً وأعرق كثيرة كذلك تكون ملهمة اختلافات وده كلها بتشكل بأنه يكون فيه ألحاب مختلفة وعادات مختلفة وطغاليد مختلفة من منطقة لمنطقة وكده 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 ده كله أنا بفتكره أنه هو كنزي بالنسبة لين إحنا كفنانين أنا كنت أحاول اللف في السودان عشان أعرف التراث يعني من كله المسألة ده إن كان عمرت شكلت سيئة وكان في بالي بأنه يكون فيه أغنية السودانية يعني الأغنية السودانية الممكن أحبها الواحد في كل منطقة من منطقة السودانية يعني تحييز بأنه ما زي بساطة الريح على اختلاف التنوع تنفي من منطقة لمنطقة كده تعمل نفساً لوانية ألا ما كده لكن دائرة ده مصالة صعبة جداً يعني أنا أعمل عمل على سنه أنا أكون مشكل بالوجدان الكعب السودانية ده كله من منطقة السودانية كلها فده مسألة من وصف صعبة جداً جداً لكن كنت أحاول أعيش فيها على سنه وفي بالي بأنه أنا لو أغنية أغنية السودانية السوداني في أي منطقة تحييز بين أغني بتاعتك أسل نازل نتخلات أصبح حاجة تانية أغنيات وفعلاً تحييز بين أبداعات باي شلو نسمعه نفتجتك نسمع نفتجتك نفتجتك لعبد العالي السيد وبينحييه برضو يعني تحييز بين أغنيات أغنيات موسيقى 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 المترجم للقناة امتقدتك يا صباح أمري وشبابي 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 امتقدتك يا صباح أمري امتقدتك يا صباح أمري وشبابي 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 موسيقى 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 قولي باكر هاي وراجع جاي إليا قولي باكر هاي وراجع افتقدتك حيامل أيمل الوغنيات السيدة الهادي هي من كلمات الشاعر الكبير هي من كلمات الشاعر الأخ الصدير الشاعر الصحفي الكبير عبدالعالي السيدة دي والتحية من هنا في مهجرة نحن بالحيي وعيوه في الغربة وفي الارضة ربما هاي أستاذ الهادي يعني الناس عرفتك كفنان وكمغني صاحب صوت من تمييز وأيضا كملحن أيضا بنفس التمييز في جانب آخر احنا برضو نطرق له الآن هو جانب ايضا هو فني يعني عندك تجارب مع العمالة المسرحية أو البرار مجولة وغنيات والألحام كلها فيما يخص المسرح ياريت متكلم عنها والله يعني ده الحقيقة سؤال جميل جدا وأنا بفتكر إنه المسرح بحكم إنه هو أبو الفنون زي ما معروف يعني الحاصل إنه أنا لكن بديت مع أخونا الدكتور يوسف حسن الصديق وده بعد ما جيت من الغربة الأولى غرابة العشر سمهات طبعا قيام من سودان الغربة من عواقب 76 لغاية أول 83 ونهاية 82 كده جيت راجعة فبعد ما جيت بدأت ندعاون مع دعاون مع أخونا يوسف حسن صديق دكتور يوسف وهو طبعا كان بيشتغل حاجات الأطفال شغول العرائس مصر العرائس ومصر العرائس وغنر الأطفال مرضو خاص وحاجات زي دي يعني كتير اشتغلنا في مصرحيات ونطاع ونحنا كنا في مجموعة من فنانين يوم يحسعون عموين ومتاور وزينه فاشتغلنا حاجات زي دي وأنا كنت مدت المسألة دي يعني دي جانب التربوي حاولتها استفدت من المسألة دي جدا جدا وانتغلت بعد ذات حاولت أعمل ألحان للأطفال لا للكبارح أي للمسرحة ألحان مسسلات وأفلام وكده طيب ذكرت لي الغربة وعادة يعني الناس بتتكلمونه الغربة تعطي وتأخذ في نفس اللحظة يعني الغربة وأثارها في هذه الجبل والله أنا استفدت منها جدا بجد بجد رغم أنه يعني لأنه الإنسان بخير لي هو في غربة بيكون بيكون عانينه للوطن أكثر أكثر حساسية أكثر من الموجود بجد يعني فدي بتخلي واحد عايش توتر عالي جدا وده بيخليك الإبداع يعني أكيد أكثر بيخلي في شفافيات بثير ممكن يعني الشجون وفيرة حاسية بجانب كده أنا كنت أصلا مواصل يعني يعني ما وقفتها كنت مواصل بعمل ألحان واستفدت جدا بجانب كده احتكيت هنا احتكاك كمان مع فرق تانية وكده وشعوب تانية يعني غير سودانيين وكده 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 كنت أستفيد منهم جدا 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 مغامعة الشرقية وحياة زيدي وموشحات ومثالي كلها فدي لوحد يستفاد منها نعم بسدل هذه هي مساحات نذيب اسمها بفرح بيها يعني نحنا نفرح فيها بمزيد من أغنياتك والألحانك هتسمعنا شنا جدا احنا سمعكم أغنيات أخ الشاعر عبد الرحمن السماني أقول أنساك أقول أنساك نسمع أقول أنساك ونرجح تاني نسمع أقول أنساك وعارف أني ما بكتل ما بكتل ما جاسك عليها القول إذي توقي فواكتل وعارف أني ما بكتل ما بكتل ما جاسك عليها القول إذي توقي فواكتل موسيقى 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 عافل بالعيون واسأل وفتش يوافير أعماق والجال عافتي تفكر أقول أنسا وعارف أني ما بقدر ما بقدر أنسا وعارف أنه لي أعدل أنسا وعارف أني ما بقدر ما بقدر أنسا وعارف أنك لا بقدر ترجمة نانسي قنقر وشوفك كنت كفاتي بشوك الأصل ما أبعد أعود من تاني أتذكر أجيني الماضي بالباطل أجيني الماضي بالباطل وشوفك كنت كفاتي بشوك الأصل ما أبعد أعود من تاني أتذكر أجيني الماضي بالباطل أقول إنسان وعرف أني ما بقدر ما بقدر ما كسك على يشبه إذي توكي فواك أقدر إذي توكي فواك أقدر موسيقى 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 أغيب عنك بعيد ورحل ما أبدر أسف حبك أغيب عنك بعيد ورحل هوات أنا عشت حلية أنزا كيفي وليا وحلو ذاتك ساكتك أقول أنزاك وعارف أني ما بقدر ما بقدر مهما تساك علي يقول إذ توقي فواك أقدر وعارف أني ما بقدر ما بقدر مهما تساك علي يقول إذ توقي فواك أقدر موسيقى موسيقى بفرح بها هي مساحة هدية حقيقة لكل عشاق ومحبي ومعجبية الفنانة كبيرة في هذه الحامد والدقبل مرحبا بك مرة ثانية أستاذ الهادي تتكلمني أنه في كثير من الأعمال أنت بتحس أنها مثلا ما وصلت أو أنت عايز تقديمها مرة ثانية نفسي لوكت في ناس بتشوف أنه هل تحس أنه تواجد الفنانة باستمرار في مشاركة في مهرجانات أو في فعاليات داخل المجتمع أو حتى بعد جغرافية ممكن يكون بأثر على الأعمال أنها تصل للناس أو ما تصل والله صح يعني هو البورد دائما يكون لها سباب يعني من ضمنه أنا في الرأي بأنه زي ما قلت لك يعني العمل مخروض يستمع أكتر من مرة بجانب كده عشام تجهد العمل وتعمل بروبات وكذا وكذا المثال تتأخذ زمن كبير يعني يعني حتى بعد ما انت جهازتها وكذا وحفظت وقدمتها العمل مخروض يتكرر كتير يعني فدوركم كإلاميين برضو مهم جدا لتوصيل المسائل طيب يعني أدد من الأعمال التي تسمعت هي باقية الآن والناس حافظة ودائما تترددها فهل إذا أنا سألتك هل إذا في عمل محدد أو عمل واحد هو دائما أن هذا الجبل يفضل أنه يقدمه دائما هو يكون بداية في أي حفلة بداية في أي فعالية وارتبط لك مباشرة والله أنا نفسي أدار أقول لك حاجة بجد أنا في رأيي أنه أنا شخصية يعني وأنتظر للمسأل بالصورة يعني الجديد دائما العمل الجديدة بتكون أجرب في النسبة لك إجابة بالجواسية أولا؟ لا جد أولا كل صدق يعني لا يبتكون في تركيز مع العمل الجديد؟ أيوة بتكون أنت معايش وبعدين أنت دائر دائر توصل يعني عشان كده بيكون هو أجرب بحدي ما يصل للناس؟ دائما وصل يعني العمل اللي انت قدمته ما وصل للناس خلاص يتكرر ويتسمع وانت بتكون شغوف جدا بأنك تقدم الجديد اللي انت بتفتكر انه انتغلته يعني من مرحلة لمرحلة لانه يكون فيه تطور كمان يعني طيب استاذ الهادي يعني سواء كان عمل جديد أو عمل مسموع يعني طلع عليه وفترة في النهاية بيكون فيه فيه آليات وفيه في طرق وفيه حياتة موكيحنا نسميها درجات تبدأ من واحد لأربعة أو لخمسة أو حتى لما لا نهاية خطوات ذو الفناني هو بيتتبع عشان عمل ويصل لجمهوره ولمستمعينه فانت شايف شنو الحياة المفترض بتكون متوايدة ومتوفرة للعناصر بتخلي العمل هو يصل ايوة الحقيقة يعني الواحد يبزي المشهود أكبر لانه يحفز الحياة الجديدة يعني انه عدد كبير من غنياته جاهزة لكن ما عمل تلا بروبات هذا السبب بيخلينا انه ما وصل يعني يعني ممكن اقدمه برامج بلعود يعني مجموعة من الحياة احنا قدمتها بلعود ممكن ما قدمتها بصورة متكاملة يعني يعني اعترارة اليوم في بفرحبة احنا بنقدم عدد من الأعمال هدية يعني كل محبيش انك وكل متابعيك فح تسميعهم شونه في المساحة والله برضو نسمم الحياة اللي تسمعت هي اغنية سرحتي سرحتي ايوة سرحتي دي من كلمات الأخ الشاعر الفاتح عظيم صاحب مفرح بيها والحان والحان يطور والحادي حامدوتي الكبل نسمح سرحتي ونرجح سرحتي يعني تنحي الفاتح المردد اشتركوا في القناة موسيقى زرحتي 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 من عماغي قعدتها يدهما رحتيني حز التافك نبوه معه تبوه تبوه أصالت بلدي خيل معاك حز التافك نبوه معه تبوه تبوه أصالت بلدي خيل معاك قبل عزل عباها ومايا أقد معناه من معناه قبل عزل عباها ومايا أقد معناه من معناه لا بك فيني ولا بك فيكي أقول يا غالية تعوى سرحتي 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 من عماغي قاعدتها جد ما رحتي موسيقى 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 يا الحقيقة ولا هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جيتي وجعتي ما كهروفي تتلجيتي وجعتي ما كهروفي بحلجة زبج سجوار و انا س رح تلك و انتي ما رحتي من عماغكت عندي ايدي ما رحتي عيشتك فرحة تأكل الجرحة 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 ساقني الليل وساقني الليل عرفت ما تبيت علي ساقني الليل 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 ساقني الليل وساقني الليل عرفت ما تبيت علي ونبع الحب كفرغان ونبع الحب كفرغان أمر يحسى هاسب الكل الدنيا كون في غنيا الدنيا كون في غنيا ديه ما رحت وانت ما رحت الدنيا كون في غنيا الدنيا كون في غنيا ديه ما رحت وانت ما رحت الدنيا كون في غنيا ديه ما رحت وانت ما رحت ديه ما رحت وانت ما رحت انا عمّاغي قعدتي ايضا موسيقى موسيقى مفرح بيها مساحة جميلة احنا موجودين في عملت واصل مع الفنانة الكبيرة لهادي الجبل وبتأكيد سايدين بكل الأغنيات مرحبا بيك مرة تانية ساعة الهدي يمكن الجديد بياخد حيز دائما فيه تفكير وتخطيط كل فنانة وكل مبدئ أو حتى على مستوى الإنسان في حياته في تفاصيله لكن عند الفنان بيكون عنده خصوصية أكثر دارين نجيب على جديد الأستاذ هذه الجبل والله هو جديد مواسبة دائما بيكون بيشغل الواحد شديد أكثر لأنه القديم انت وصغ طوقة وصغ يعني فيبقى تاني همك بينه الغنة الجديد فبكون قريب ليك أكثر يعني ويكون خائب عليه جدا أنه بيطلع العمال دي بصورة كيف ويكون قلع تلات صور معين جدا طيب يعني بيكون في مثلا الفنان لازم ينتبه بيكون في زمان معين أنه الفنان ممكن ينزل فيه أغنياته الجديدة أو يخرج بعمال جديدة للمستمعين ولكل الناس ولما تم العمل يكون جاهز هو ممكن يطلع هاي ممكن تفكر في حقيقة بتحكم النقطة دي؟ في أي وقت لكن عموما أنا بفضل أنه العمل لما يقدم يقدم فيه مهرجان ولكنه يكون يعني يكون هجمه أكبر يعني حتى يعني ما يمر بلو طيب الآن جديت شنو من الأعمال؟ جديت والله مجموعة من الحاجات في مجموعة من الأعمال يا لسه متلحانة؟ لا لا ملحانة جاهزة أنا بتكلم عن حيات جاهزة وفيه حاجات يعني أنا بدأت نفستها وكده وفيه أعمال يتنفذها تستمعت مفرد تستمع أكثر من كده يعني فيه غنيات من ناسوين من ناسوين من ناسوين دي واللاحظ أنا قدمتها قبل بثنت سنوات تعريبا فيه مهرجان من هذه الغنيات وفازت بجائزة تقوله طبعا طب الفكرة شنو من أنه أنت بتعيد تكديمه مرة تانية؟ ما وصلت للناس ما وصلت للناس لأنه دارس مواء أكثر ما أخذت مساحة؟ ما أخذت مساحة لأنه مفرد تسمع أكثر من كده ودائما أنا أخذ فيها في بعليل حتة يعني كثير جدا من الغني يعني لو ما تسمع ما بيصل بسورة يستمع أكثر من مرة حتى لو سمعه بتحيث بأنه هو ليسا ما وصل فبفرود يستمع أكثر دا بكون السبب يعني من خلال تجاربين كثيرة طيب سيحا نسمع برضو واحدة من أغنياتك نسمع شنو؟ أنا أسمع أغنية السراب نسمع السراب أغنية السراب طبعا هي من كلماته الأخ الشاعر الصديق عبد الله إبوتا من حيو وأنا بحيو برضو من حيو من مفرح بها نسمع أغنية السراب موسيقى مع السراب وقت النزوح مع السراب السراب وقت النزوح مرسايا اتواهج ويروح مع السراب نزوح مع السراب السراب وقت النزوح مرسايا اتواهج ويروح وامشي في الريحة 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 وامشي في الريحة وامشي في الريحة الريحة ومشي في الرياح لنكمل فوق زنالة ليلة بيرو يطل صباح صباح ويموت غروب تحار النور اتتو كانت دروب يطل صباح صباح ويموت غروب تحار النور اتتو كانت دروب يضل صباح صباح ويموت وغروف تحار النور اكتوب دين الدروف وفي فرح الشموش ادوب وقود نجمي وانزع لعوال من شبه دهوب وامشي في الريحة وامشي في الريحة وانزع لعوال من شبه دهوب وامشي في الريحة وامشي في الريحة وانزع لعوال من شبه دهوب وامشي في الريحة 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 اشتراه مع السراء تتواجد مسار تروح واضط الرواية واسبح بعيد 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 موسيقى مشاهدين الكرام بفرح بها هي مساحة احنا قصدنا من خلاله انه نطمن كل الناس ونخلي الناس تسمع ونخلي الناس تفرح كل الناس يحب الفنانة الكبيرة الهادي حانت بدي جبل يفرح بغنياته ويسمعها ويطمن عليه وانه هو بصحة وعافية استاذ الهادي يعني في ختام من جلستنا معك دارين نعرف ان استاذ الهادي في الفترة الجاية انت الان بيصدد تنفيذ عدد من الاعمال وفي عندك اعمال جاهزة لكن ان شاء الله هترى النور ان شاء الله هتوجد ليها الطريقة اللي هي من الخلال وحتى قد تتصل لكل جماهيرك وكل الناس اللي بتصنع فنك فالفترة الجاية هتكون وين هتكون بتعمل فشنا والله في عدد من الاغنيات اه 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 انا بافتكري انه يعني اغنيات فيها نقلية للاغنيات السودانية كده عرفنا باش شوية في القصير يعني في شعرة منهم نعم الشعرة في قاسي مبزيد عنده مجموعة من الاغنيات اه اه وفي يوسف العمين في عبدالهافي اللاوي برضو اغنيات ومختار ضفعالله اه العيسر برضو اسماعيل العيسر يعني عدد من الاغنيات اه اه فانا حاليا اه عشان ما اقدرлишي ا little messrs اعشان ما اقدر رنفذ العشجات ليس Chung هم عشان اقدركم آيت ا د?! فاشيح ان شاء الله انا بايد المتلقي السوداني عشان سودان ووستيقrel دوركمruption كبير سيكون في الحطة لأننا نوصل لهم الأعمال الجديدة وانهم مشوعة جدا للحالية عشان يفرحوا أكثر وإن شاء الله نكون للمساحات هذه قدرنا نفرح بها الناس كتار بحبوك وبيتابعوك بحب واسمعوا صوتك المختلف والمتميز في الختام حاب نقول ماذا يسأل عنه هذا الحمد وطيبة في الختام طبعا نحن اخترنا أنه يكون أغنية شكل وداع لكن ما وضع نهاية فبنختار أغني أغنية أمل موعود وهي من كلمات الأخي الشاعر الصديق عبدالهابي اللوي له بالتحية ومن أمل موعود بالتأكيد أنت بتقدم لهم وعدة برضو أنك حتزال على تواصل معهم إن شاء الله إذا مشاهدين الكرام أمل موعود هي حتكون خيطة جلسة بفرح بها نحن حاولنا أو قصدنا من خلال ما نتكلم كثير بل نسمح كثير لأنه الفرح بوليات الفنالة كبير الأستاذ الهادي حاند ودى الجبل أكيد شي بني انتظروه كثيرين لكن يظل الأمل موعود أنه نلتقي به في مساحات أو الساعة نسمع ونفرح ونتكلم ونحكي عنه بتتفاصيل حتى ذلك الحين كونوا بخير ترجمة نانسي قنقر 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 كلماتك لسى صداها جميل 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 موسيقى 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 موسيقى